السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابدع والتميز دائم من قناتكم قناة ابدع واستمتع النهاردة الفيديو فاني شوية مش زي كل مرة هنتكلم جد نهاردة بتكلم عن وازاي اغير شكل الماوس بتاعتي او الكيرزر بتاعي لهذا الشكل والاشكال جميلة كتيرة زي ما انتم شايفين هنا هوت عشان اقدر اغير دوت فيه طريقين اول طريقة عن طريق جوجل كروم جوجل كروم هنا هوت لما نيجي ندوس هنا هنا بتكون موجود حاجة اسمها الاكستينشنز الاكستينشنز دي الاضافات اللي اقدر اضيفها للجوجل كروم بتاعي عشان اضيف الاضافة بتاعت ديت عشان الماوس يكون شكل مختلف هنمشي خطوة خطوة هندوس على التلات نقاط هنا هوت ونروح تحت تمام وفي تحت خالص هنلاقي جوه هنا هوت هندوس تاني تحت ونروح على الاوبن كروم ويب ستور ان هو المتجر بتاع الكروم نفسه تمام بعد ما نروح للمتجر هنا هوت هنلاقي لكل الاكستينشنز اللي انا محتاجها هنا هنكتب اسم الاكستينشن اللي انا عايزه احنا الاكستينشن بتاعنا اسمه كاستم كيرزر بتقدر تختار اللي انت عايزه يعني انا مسلا هنا هنم نسطب واحد ممكن تختار الشكل اللي يعجبك ها بعدين بتدوس على الاكستينشنز عشان ازهر لك الاكستينشنز اللي تقدر تضيفها على الكروم تمام بعدين بتعمل اد هنا هوت ده نوع تاني مختلف كمان غير اللي انا مسجله عندي نقدر ندوس هنا اهو اد اهو اد اكستينشنز تو كروم خلص كده بيتضاف لما نخش هنا للعلامة ديت هنلاقي عندنا الاضافات اهي ظهرت الاضافة وبيفتح الصفحة الرئيسية بتاعتها اهو عشان الاضافة تظهر عندي على طول على الطول بار فوق لازم ادوس على الاعلامة دي وتظهر باللون الازرع بعدها ندوس كده اوه زي ما انتم شايفين هنا عندي الكاستم كيرزر اللي قديم اللي هي لسه منزله وده الكيوت كاستم كيرزر تمام نقدر ندوس عليه ونختار الكيرزر اللي انا عايزه ده لو حاجة بناتي جميلة يعني انت عايزة تعمل مثلا اه شرحات اه جميلة باستخدام هذا الكيرزر او ان انت مسلا عايزة تغير شكل الكيرزر التقليدي لاي شكل بتدوس هنا هوت اهو بتغير على طول الشكل تقدر تتحرك به زي ما انت عايز هنا هوت لو انت عايز تعمل كليك بيه غير لك الشكل اهو ونغير كمان نروح للبرنامج التاني اهو التاني تقدر كمان ده في مجموعة كبيرة جدا من الكيرزر والاشكال وتقدر كمان تخش على مور هنا هوت تختار الشكل اللي انت عايزه اهو عندنا كمان في مجموعات ندوس هنا هوت ادي المجموعات تقدر تختار من المجموعة اللي انت عايزها حسب يعني لو انت بتلعب لعبة معينة تقدر تختار يعني الناس اللي غاوية مثلا ماينكرافت مثلا او بعض الالعاب اللي شبيهة لماينكرافت تقدر توقف هنا هوت وتختار اهو بيضيف لك المجموعة بتروح هنا هوت بعدين بتلاقي من ضمن المجموعات التي تم اضافتها هي المجموعة اللي بتاعت الليجو اهو بتنزل بتشوف المجموعات هتلاقي ادي مجموعة الليجو تختار منها الشكل اللي يعجبك اهو زي ما انت شايفين شكل جميل جدا اول ما دوسنا عليه غير شكل الماوس بتاعني طيب ده كان بالنسبة لتغيير شكل الماوس والكيرزر في الجوجل كروم طيب لو انا عايز اغير شكل الكيرزر لآ الويندوز بشكل كامل هنروح لبرنامج اسمه موجودة عندي انا مسطبه هنا هوت اهو وهسيب لكم الرابط في الوصف في الفيديو اهو ده برنامج اهو 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 طبعا ما فيوش عدد كبير زي اللي موجودة على جوجل كروم ولكن انت ممكن تدور في المور كرزر وتختار من الجوجل كروم لما تدوس هنا هوت هيفتح لك على طول الجوجل كروم وهيقول لك الاضافات اللي انت محتاجها اهو تقدر تدوس وتعمل اضافة هنا هو اد لاي كيرزر يعجبك تعمل له اضافة وبعدين بتروح بتفعله وتختار الشكل اللي يعجبك اهو وليكن هذا الشكل تمام وممكن نقفل ده ده خلاص كده هوت خد الشكل اللي انا عايزه لان انا هنا عامل اضافتين عامل اللي هي وعامل اللي هو ده كان شرح سريع ازاي تغير بتاعك لشكل من اشكال الجميلة ارجو ان تكونوا استفدتم بشرح النهاردة وما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز بلايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة